اهلا وسهلا يا جماعة رامي معكم مع انرلوكوف اليوم رح نجرب نعمل رفيو في العربي ورح نعمل رفيو للونجين سبيرت زولو تايم هلا الحجم الديامتر او القطر طبع الساعة 42 ملي واللغوث 22 ملي والحجم يعني من تاحت لفوق 13-14 ملي بس بتلبس كتير منيح على ايد اللغتلغ يعني من فوق لتاحت 49 ملي بس بدون الاسورة اذا بتلبسوها مع الاسورة شوي اكبر هلا البازل بتروح من الشمال لليمين وحضنة البازلين و الهلوثزنص طبعا المي 100 متر هلا بدي احكي عان الاشيين انو بحب اللي بحبها هي مش تقليد طبعه رولكس في كتير ساعات عم بيعملhãو تقليد لالرولكس يعني بتنفع ما نوعه رولكس الساعه كتير منحه كتير بحب رولكس بس بدي اشي يعني مش تقليد أنا بحب كمان إذا بتشوفوا كان بدي ساعة أخضر بس ما كل ساعة الأخضر يعني الأخضر كتير في وشكن كنت بدي إشي مع شوي أخضر والبازل السراميك تبعها أخضر بس اسمها بريديش ريسين جرين فكتير كتير غامقة وكمان يعني بتشوفوها شوي أسود وأخضر وكتير حلوة كمان الوجه طبعا الساعة الدايل بسموها أنترسايت بلاك دايل يعني هي مش ما بيتلمع مش كواسي وفي كتير كونترست بتوين الدايل والبازل فيعني سهل أشوف الساعة أنا كتير بحب اللوم عالساعة عالنمر وكمان عاليدين وبحب كمان حطوا اللوغو والتكس وإشي هيك عشان كان في إذا ما بيحطوها هون في كتير محلات بدون إشي بس هلا بدي أقولكن إنو في مشاكل مع الساعة الأول إشي إنو بدي أحكي لكن الطريق ما بتزيح مزبوط يعني لما الوقت تيجي عالتناعش تاخد كتير كتير وقت عشان التخ تتغير فشوفوا هلا رح أعمل الساعة مانيولي بس بتشوفوا بتبلش عالتناعش بس ما بتوقف غير لما أوصل عالواحد والربع أو واحد وعشرين هيو خلصت نطت فلالسعر للساعات تبعتها يعني مش كتير منيح أنا عندي كتير الساعات أرخص وبيدنطو عالتناعش يعني هذا مش كتير منيح وكمان فيه كمان إشي إنو ما بحب الإشي الثاني اللي ما بحب كتير الإسوارة إذا بحط الإسوارة بتشوفوا إنو حطوا زر ورا عشان يعملوا Quick Release هون بس شو بيصير إنو هاي كتير يعني مرة بتشغل مرات ما بتشغل حلو بس في نفس الوقت بتعمل الإسوارة كتير خميلة فوق وين اللقز وما بتلبس كتير حلو بتشوفوا إنو عم بعمل زوم مرات بتشغل مرات مش عم تشغل بس يعني مش كتير منيحة هلا لما بلبس الساعة عشان عملوا هاد الإشي إذا ما بلبس الساعة تايت تمشي off my wrist يعني شوي هيك بتهد من الشمال أو من فوق أو تحت فلازم ألبسها كتير مش واسعة علي وبحب شوي wiggle room هلا مع الساعة في هاد الساعة لازم يستعملوا سكروز هلا لساعتهم عم بيستعملوا pins هلا إذا بتشوفوا رح أعمل adjust بتشوفوا في pins لسا في الساعة كتير سعب تعمل focus بس بتشوفوها كل الساعة في هاد الساعة كل هن بيستعملوا سكروز مش pins فلازم يتغيروا هادا هلا كمان في أكام من أكام من إشي لازم يزبطوا في الquality أول إشي شفت أكام من ساعة لما كنت رح أشي الساعة يعني انو البازل مش center عال 12 يعني it's not aligning at the 12 o'clock position و جربت يعني خليتهم يجيبوا لي ساعة تانية عشان كان في هاد المشكلة في كمان مشكلة في البازل إذا تمسكوها عال 8 و تعملوا push down يعني بتنط شوي فلازم فكرتا انو هاد المشكلة في الساعة تبعتي بس هيك الساعة في كل هن و كمان سمحت عال نت انو الناس عم بيقولوا انو التاريخ is not centered أنا ما عنديش هاد المشكلة بس في أكام من ناس انو قلوا في النات انو هيك عندهن إشي هلا إذا ضبطوا كل هادول إشيات و بدكون ممتاز بس إذا بعملوا أكام من إشي بعملوها ممتازة كمان شوي أول إشي إذا أخدوا الساعة و عملوا دوم للبازل كاملة مش بس المثلث بيكون أسهل أكرا الساعة إذا كن بدي أشوف تايمزون تالت بس هلا كتير ساعة و كمان إذا منشوف عالجنب إذا عملوا اللقز شوي angled كمان تحت بيكون بيلبس شوي أحسن و آخر إشي كنت بدي أحكي إنو إذا أنا بحب الإيدين كتير سهل أقراه الوقت بس إذا بيحطوا كثير الهانز بتكون كتير أحلى في رأيي هلا بدي أحكي أحكي بكون إشي إذا حبيتوا الـ review في العربي آسف إنو عربيتي منكسر بس إذا بتقدر تعملوا تعملوا like و share و subscribe لازم لي الف subscriber و 10,000 view في أسبوع إذا بيبعتوا للمصاري وأنا بدي أخذ المصاري وأبحثها لفلسطين إذا تعملوا هيك ولا كتير بتساعدنا و شكرا وبشوفكم المرة الجاي سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة